هلأ إحنا رح نحكي عن الحمضيات بس الأهم إنه رح نحكي عن إزهار الحمضيات حل والأمور اللي كتير مخربطة الناس يعني في كتير ناس بتزرع الحمضيات بيكت كل الزهر مهندسة راح الزهر ما في حمل إيش هلأ أنا ما بحب أحكي بمشاكل بس صراحة رح نحكي بالمعويقات اللي ممكن ما تخلي العقد يكمل ما تخلي الإزهار يصير كامل هلأ أول إشي بدنا نحكيه إنه دائما في كل الأشجار اللي ربنا خلقها في جزء من الأزهار ما رح يعقد رح يكت على الأرض هذا وضع طبيعي لكن إمتى بصير مش طبيعي لما بيكت كله لما بيروح كله من الاعتقادات الخاطئة اللي الناس الكل بيسأل عنها إنه أعطش وقت الإزهار هذا الحكي غير منطقي النبتة أي نبتة بالعالم إذا بتتعرض لسترس أو بتتعرض لأي طارق هي ما رح تكون مرتاحة صح يعني أنتي نفسيا إذا بتكوني أو مش نفسيا إذا بتكوني عطشانة ما حتعطي الأداء الصحيح صحيح فالشجرة قيسوها نفس الإشي هي عليها أزهار ومكركبة أصلاً وإنتوا عم بتعطشوها أو عم بتزيدو لها مي فهدول التو بيكس أو الشغلتين اللي هم يعني بالماكس أو إحنا رحنا للبعيد هدول ما رح يخلوا الإزهار يضل على الشجرة سواء أنا عم بسقي كتير وسواء أنا عم بعطش كتير فخلينا نقول القاعدة المهمة اللي بتمنى الكل يعرفها أنه إنت لما شجرتك بتزهر إسئي عادي هلأ إحنا هون عشان برضو ما نخربط باللوزيات والتفاحيات ما منضطر ما بتعتش النبتة ما بتلحق إحنا لهلأ ما بلشنا فعلياً نسئ كتير الأرض لسه فيها خير فيها موية كتير خاصة مع الشتوى الأخيرة فعشان هيك إحنا ما عم نضطر نحتار بموضوع اللوزيات والتفاحيات الحيرة وين بالحمضيات لأنه إحنا هلأ الحرارة عم ترتفع وما بنفع أترك نبتتي تعتش فعشان هيك انتبهوا لهذا الموضوع يعني بتأمل أنه يكون وصل وخاصة القوار الأووير عشان أزرع شجرتي وإحنا هلأ عم نستعمل الحمضيات باللانسكيب عم نستعملها كزينة في حدائقنا وهذا موضوع رائع لازم هون أحكي عنه لأنه الحمضيات بتعمل ريحة بالحديقة صعبة تعوضيها بأي نبتة تانية فإنت إذا من الناس اللي بتحبي أنه يكون فيه عطر أو ريحة حلوة بالحديقة ازرع الحمضيات طبعا إحنا أمل لما نحكي حمضيات هي يعني المصطلح الشامل ولكن صحيح فيه خصوصية لكل نوع مظبوط هلأ بشكل عام بقدر أعمم مش خصوصية هلأ بقدر أعمم لأنه تقريبا فترة طبعا بالأغوار هلأ عقد خلص هلأ بالأغوار خلص الإزهار إحنا عم نحكي هلأ بعمان فيه إزهار أو بأي حديقة أي حدا بسمعنا من أي بلد طالما فيه إزهار بدنا نعرف أنه بدنا نروي عادي خلال فترة الإزهار شو أهم من النصائح شوفي هلأ ليش منفقد الزهر أول شيء وأهم شيء موقع شجرة الحمضيات موقع الحمضيات هل هو مضرب هوى إذا مضرب هوى يعرفي أنه الزهر رح تفقدي أكيد برد أو غربي ما حتكون سعيدة أبدا ما حتعطيكي الثمر بالشكل الصحيح المفروض تعطي فيه مشان هيك بتلاحظي دانا بالويبدة بجبل الحسين مش ميساني أنجح أجار حمضيات بتكون هناك مش مضربة هوى لأنها مكنكنة خلينا نقول مدرية فعشان هيك دايما ننتبهوا للهوى القوي ما تكون بموقع هوى قوي إذا محطوطة بموقع برد كتير وهوى قوي نقلوها النقل مش صعب نقدر ننقل بس بالشتة طبعا يفضل مش بالصيف الإشي الثاني بما يخص الموقع الشمس شجرتي قديش عم تاخد شمس لازم على الأقل سبع ساعات شمس فعشان هيك بدأ نقل موقع يكون شمسها كتير الإشي الثاني اللي بنجح الحمضيات معلم بحكي عن الأزهار بشكل عام أرضنا بالأردن وبفلسطين قاعدية ولما بنحكي عن درجة الحمودة هي سكيل أو أرقام من مثلا من إلى بدناش نخوض بهذه التفاصيل لكن أرضنا قاعدية بشكل عام الحمضيات بتحب الأرض الحمضية فعشان نعادل هذا الموضوع بس نزرع إذا زرعنا بالشتة بدنا نحط سماد عضوي إذا زرعنا بالصيف بدنا نحط نخلط ضروري ضروري نخلط في بيتموس أو كومبوست وبفضل الكمبوست بدنا نحاول إنه القوار إذا زرعنا بقوار يكون زي ما قلتلك التربة مخلوطة تلتين بتلت الجورة اللي بدنا نزرع فيها بالأرض تكون كلها أو معظمها كومبوست أو بيتموس وبالشتة إضافة السماد العضوي اللي بصير إنه النبتة إذا ما كانت بتحب التربة القاعدية وزرعتها زي ما عم بصير معنا بالحمضيات ما بتقدر تسحب الحديد من الأرض فعشان هيك الحمضيات ورقها بصفر أو زي القاردينيا أو زي الكاميليا ما بتحب أرضنا استرار الأوراق هو عدم مناسبة التربة بس مش أي أصفرار الأصفرار اللي نقص الحديد بتكون الخطوط خضرة والورقة صفرة تمام عرفتي فهذا هو بالذات نقص الحديد بقدر أعطي حديد ما في مشكلة لكن عشان أريح حالي بعادل أحمودة اللي حواليها أو بقواري فبالتالي هي بتسحب الحديد اللي تربتنا غنية فيه يعني إحنا عنا حديد كتير لكن هي ما بتقدر تسحبه لأنه التربة مش مناسبة لإيها في حل بسيط لستاتنا بحدائقنا إنه نخلط مي مع خل ورجاءن هون ما عم بقول خل في فرق بين إن يحكي خل ومي خل سطل مي مع فنجان خل بس إيه نبتتي مرتين بالشهر كل ما يصحل هاي تحديدا للحمضيات للحمضيات شو بتعمل في نبتات تانية بس للحمضيات بتعادل درجة الحموضة اللي كنا عم نحكي عنها بتصير الرقم يقرب للحامدي فبتصير الشجرة تسحب المواد الغذائية ومن ضمنها الحديد اللي هو كتير مهم لإلها من التربة بشكل أسعر هاي اللي جنبك أمال كلمنتينا نعم كلمنتينا شو أهم الأمور اللي برضو لازم ننتبه لها التقنيات يعني هلا إحنا ما بدنا نخربتهم بشكل عام نفس الإشي نعم بدنا نحكي عن التسميد إذا بتحبي طبيعي إحنا بحدائقنا المفروض نحط السماد العضوي أو مش المفروض الأصح إننا نحط السماد العضوي بالشتاء مع سماد بطيء الذوبان تمام لما منيكي سماد بطيء الذوبان إحنا منيكي عن سماد مركب متعادل لكن بيدوب شوي شوي عشان هيك إحنا منحطه بالشتاء فالسماد العضوي بشكل عام كتير بيساعد إعادل حموضة التربة اللي بيأدي لنجاح الحمضيات أو الكلمنتينا إذا بدك أو أي شجرة حمضيات هون أنا بدي أحكي السماد العضوي للي ما حط بالشتاء فيه هلا سماد عضوي بالسوق مصنع رهيب فيه منه سائل وفيه منه زي حبيبات هذا بقدر أحطه بالصيف وبالربيع فاللي ما حط بالشتاء بقدر هلا يحط خاصة للحمضيات ممتاز وهو كتير بعادل درجة الحموضة نصيحة أخيرة أنا نصيحة أخيرة الإصابات أكتر إصابتين أنا ما راح أطول عليكم أكيد فيه إصابات حشرية من هذا سهل المبيد الحشري إصابتين كتير بيسيبوا الحمضيات وكتير سألوني عنهم على فكرة يعني مبارحة بيشوف مسيجات كتير التفاف الأوراق أو الخطوط اللي بتصير على الورقة هاي الإصابة اسمها ليف ماينر أو صانعات أنفاق هلا هاي الإصابة ما بتأثر على الحب حتى يعني على الأغلب اللي بعرفه أنه مزارعين بالأغوار ما بيرشوها ولا اللي ما بيحب يرشها لأنه هي ما بتوصل للحب فبقدر بس أشيل الورقات بس إذا بدي أرش دائما دائما قاعدة عامة نعرف الإصابة قبل ما نرش يعني إصابة ممكن يسيب كمان العناكب إصابة العناكب وإصابة صانعات الأنفاق هدول الشغلتين ما بيجيبهم المبيد الحشري العادي نعم فإحنا ما بدنا نلوث البيئة ونظل نرش على الفاضي بدنا نعرف الإصابة أول عشان نعرف شو بدنا نرش كل شكرا إليك